وفد من حكومة الوفاق الليبية برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز سراج يبدأ الثلاثاء جولة أوروبية تشمل إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا أولى محطات الوفد الذي ضم وزير الخارجية محمد سيالة ووزير الداخلية فتح باشاغا كانت العاصمة الإيطالية روما حيث التقى رئيس الوزراء جوزيبي كونتي بحضور عدد من المسؤولين وأشهد السراج بموقف إيطاليا الذي يدين ما وصفه السراج العدوان على طرابلس وبإسهامات إيطاليا الإنسانية خلال الحرب التي خاضتها قوات حكومة الوفاق في سيرت وغيرها من المدن ودعمها لخفر السواحل الليبي ومساهمتها في معالجة تداعيات ملف الهجرة غير الشرعية وأعرب السراج عن تقديره لمبادرة فتح السفارة لإيطاليا والتي ما زالت تعمل من العاصمة رغم الأزمة الراهنة مطالبا ببذل جهد أكبر لما لدى إيطاليا من مكانة وثقل دولية يمكنه أن يحدث تغييرا إيجابيا في المواقف المترددة لدول أوروبية وإقليمية وبما يعجل في عودة قوات حفتر من حيث أتت لتجنيب ليبيا المزيد من إراقة الدماء رئيس الوزراء الإيطالي من جهته جدد موقف بلاده الداعم لحكومة الوفاق بحسب مكتب السراج الإعلامي مؤكدا لا حل عسكريا للأزمة الليبيا بل الحل في العودة إلى المسار السياسي والحوار مضيفا أن إيطاليا تدرك جيدا أن الحرب يمكن أن تتسع لتتضرر منها ليبيا كلها والمنطقة ما لم تجد نهاية سريعة وعادلة توقف نزيف الدم وتتباين مواقف الدول الأربع المزورة ففيما تدعم روما بقوة حكومة الوفاق تتهم باريس بدعم خليفة حفتر خاصة بعد الخلاف بين العاصمتين على رعاية مفاوضات الأطراف الليبية عقب مؤتمر باليرمو بإيطاليا الذي تبع اجتماعات بباريس كل ذلك وسط اعتراف دولي بحكومة طرابلس يتوقع أن يكون منطلق موقفي برلين ولندن ترجمة نانسي قنقر